المجهودات التي تبدلها الجزائر في مكافحة السرطان وتطوير العلاج السرطاني هو المحور الرئيسي لحصتنا اليوم أهلا بكم الإرادة السياسية لإصلاح القطاع الصحي وتطوير العلاج في الجزائر وكذا تشجيع فرص الاستثمار فيه تخدم المريض الجزائري بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام تقرير في الموضوع لأمينة ميمي عرفت الصناعة الصيدلانية والعتد الطبية الوطني خلال السنوات الأخيرة نشاطاً معتبراً في مجال الاستثمارات بما لا يقل عن 151 وحدة إنتاج توجد في طور الإنجاز فضلاً عن 80 أخرى توجد في طور النشاط الجزائر اليوم تنتهي جهداً تنظيمية من أجل التوجيه والتأطير والإشراف فعال على جميع تلك الاستثمارات القديمة والجديدة والسماح لها بالإزدهار وخدمة الاقتصاد الوطني نظراً للصعوبة التي يواجهها الإطار القانوني في المتابعة والاستجابة لاحتياجات المنتجين ما تطلب عملية تأهيل حقيقية ومعتبرة ليكون بذلك في مستوى تطلعات المتدخلين الجدد جهود غير مسبوقة قد تم بذلها من أجل إيجاد أسواق جديدة ما تطلب تحديد العاجل لاستراتيجية وطنية تشرك المتعاملين الوطنيين والمصالح المختصة وأول خطوة كانت السوق الأمريكية لإنشاء وحدة لتركيب وتجميع تجهيزات مكافحة داء السرطان في الجزائر استعداداً لتصنيعها محلياً والتي تجسدت على أرض الواقع اليوم بعد توقيع مع المجمع الأمريكي Varian Medical System بمجب هذه الاتفاقية تضمن الجانب الأمريكي تكوين أخصائيين جزائريين في ميدان استغلال هذه التجهيزات وصيانتها وإنتجها محلياً الاتفاقية من شأنها أن تخلص الجزائر من ظاهرة تعطل أجهزة معالجة السرطان بالأشعة والتي مست الكثير من الإطارات بالجزائر إذن تجسدت اتفاقية الشراكة الموقعة بين الشركة الأمريكية لأنظمة المعالجة بالأشعة الخاصة بأمراض السرطان الشركة Varian Medical Systems والشركة الجزائرية سيال فارم وذلك بإنشاء شركة Varian الجزائرية تحت لواء قاعدة الاستثمار الجزائرية التسعة وأربعين واحد بخمسين بالمئة ولإثراء النقاش أسعد باستقبال ضيوفي هنا بالأستوديو السيد كريم جربوع مدير عام شركة سيال فارم أهلا بك سيدي أهلا بك سهلا السيد بورتين لينغ مدير Varian Medical Systems بإفريقيا السيد فؤاد رحال مدير شركة Varian الجزائر أهلا بك والسيد جوزي مانويل فالنتيم مدير التطوير لدى Varian Medical Systems نبدأ النقاش مع السيد كريم جربوع هل لك أن تقدم لنا لمحة عن الاتفاق الموقع اليوم مع شركة Varian Medical Systems الجزائرية تحت قانون الاستثمار تسعة ربين واحد وخمسين بالمئة وهذا القانون كما تعلمون يسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار بالجزائر مع شريك جزائري له الأغلبية في الاستثمار الشراكة جاءت بعدما تم الحديث لمدة تقريبا سنة مع شركة Varian Medical Systems لكي يتسنى للزبون الجزائري الذي يعرف أصلا التجهيزات الطبيعية من Varian Medical Systems منذ حوالي عشرين سنة لكن الهدف من خلال ذلك هو مساندة ما تقوم به الدولة حاليا عبر برنامج لمكافحة آفة السرطان في الجزائر حتى يتسنى للمريض أن يستمتع أو يحصل على العلاج بالإشعاع هنا بالجزائر عن طريق شركة جزائرية في نهاية المطاف فإذن الشراكة هذه جاءت لمساندة هذا البرنامج وحتى يتسنى لنا أن نكون أقرب للزبون الأساس وهي الأطباء والمستشفيات ولكن من درجة الأولى المريض الجزائري اليوم بالطبع أتوجه بالكلمة للسيد بيرتن لينغ المرحوبين ماركين سيكون مرة على البشر مركوية لعبر من الجزائر على المتعلق مع سالفارم قد أو تحضأ في نهاية المتعلق مع اعصاب لدينا أقرب من تحضير من الجزائرية والجزائرية أما تشед Não أكبر سيكون بالفعل في المرحوبين في القدر عم mots settlement على 50 عام وقت وعة حصل يكون هنا In Algeria, we were honored to be part of the anti-cancer effort. The first machine was in CPMC over 20 years ago. The installed base of ovarian equipment has increased significantly in the past years. Today we have 16 units in clinical operation here in Algeria. I think this partnership that we have with Sile Farm, التي نتحدث عنه اليوم هو حقًا جديد لأن الآن نحن نقوم بشركة الالجيريا لذلك نتوقع إلى ذلك افتر سلطان في المجزار موسيقى وعرف الしょうك يكون ذوكโدقات التي يحصل إلى المدينة الحديث وهو المجدeking ذلك الأفكارية والsociار؟ partner في اسمح لّ pee mission لن أحدهم 거olnir ainda مدينة الترب提هات والذي التناسبallah إنه قم بحق التربك وتعبر خاصلika Presents الصباح と驅 recruitment age and partnership agreement. حليصتي has death been historically investing in training over the years. We have been investing across the countries where we have been establishing our entities. And this is another example. We will create an education center for all of our customers in Algeria. And the scope of that is to increase the skills of the professionals using our systems وسيعمل لائسلوا البيانات تحريراً لإمكانهم المصنع التي يتحرقونها من المنصنع البيانات التي يستخدمها في الغد المنصنع في الالجرية فنحن هناك وضعنا مختلفة تقوية في هذه الأنسل المنصنع إلينا فنحن نريد المنصنع الأنسل على طريق المعارضة في الالجرية وكما سنحن في المنصنع في الالجرية ل lean حежде teach my greatestgram to benefit from the Chinese Tagック نعم I need to establish first and implement that carefully and in the right way here in Algeria and then we will be able to expand across Africa and especially the french-speaking countries So that's the first point we come with technology so we come with latest education technology here into the country we come as well with virtual machines to get a safe environment for المجتمع لوافع نوائل المجتمع نوع للجميع والمهاملاش الاجتماعيش وعلى والأمراكز الملاكسنا من المجتمع من العلوانا ونريد اننا تتجرب للمش互انا معهم ونريد ان نبيل المجتمع بالترجم الناس 蓋 indikaski as well ways that they can have access to experts from international locations. So we can bring these experts on the other side we are having as customers and they can benefit from that. If you don't mind me asking, on what basis do the benefits of your training選 athe arts . So the benefits, it's really the clinical outcome. نريد أن يجعل المخصص أو التعليمات في الهواء سوف يجعلنا نجاحة نجاحة لدينا المخصص و يجعلنا نجاحة 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 و إيجابة تتعليمات في الولايات و يجعلنا نفسه المعبوبات للغاية و يجعلنا في الواضحات لكي في المناطقين اليوم، في الاشتراك في الأسفة الخاصة الشراء في الأميزات الأخرى والاقعال الجهداء. فلي تستفق في قليل المعيش داخلتنا، حتى هناك الأسفل للغايا أيضا وحاول إلى المعيش درعينا وحاول لنطلبوك والدعاقين للغاية اللباء للغاية من الاسترات بالنسبة للمعيش المنزل. من جداً، أصبح عن السؤال العراقلة بالنسبة لتصبح. تغيير أنه فتح الترب سيد جربوع عدد الإصابات بمرض السرطان في الجزائر قرب 45 ألف إصابة سنوياً لسؤال حظ والدولة ترسد سنوياً مبالغ ضخمة لمحاربة هذه الأفا ما هي الإضافة التي بإمكان سيلفارم تقديمها للدولة في هذا المجال؟ في شركة سيلفارم تهجنا منهج اختيار العملاء الذين لهم سمع عالمية والمعروفون على السعيد العالمي مثلاً فالإضافة عند سيلفارم هو حقيقة أن نجلب هذه الكفاءات أو المعرفة وإضافة لما تقدم به سيد فالنتايم أن لانغ قضية مثلاً التعليم فنحن في الجزائر لسنا بحاجة إلى استراد تجهيزات فقط فلدينا طاقة كامنة تسمى أطباء وممرضين جزائريين يحتاجون إلى المزيد من المعرفة فإذن من التكوين فنحن انتهجنا هذا المنهج عند سيلفارم هو أننا نحاول أن نجلب ما هو أحسن من تكنولوجيا أو في طريقة العمل والتكوين المعرفة فإذن هذا هو الهدف الأساسي عبر هذا النوع من التعاملات أو مع العلماء اللجنبيين فهذه الشركات من خلالها سنحاول أن نحارب هذه الآفة والمحاولة هنا قد تكون مني على أسس علمية معروفة وما قد قام به الشركات عبر العالم وذذلك يمكن من خلال هذه الشركات أن نجلب هذه المعارف والتجارب حتى يمكننا أن نقوم بنفس الشيء هنا في الجزائر فهذا هو هدف سيلفار نعم رانجيا أحد أين أحضر المعارضة ليت هذا العانوين بين وعيد الماضي الإعلام باللي منصفات الرئيسية والأحضر المعارضة الاعجابية بالترانية I�� Sorry I think the first thing we can we can note is that this joint partnership with South gifted the Ministry of Health is فهل مصرحة الارعين التى في أفرقا. كما اتحدث أكبر. كما أتحدث في جديد أفرقا ممكن أن تكون صعبة أثناء لديك أثناء أثناء بعض المملكة التي تقدمها في المملكة المنطقة المتحدة في المملكة الغرفة. واحدة هي الصعبة التي تصدقها في المملكة التي ترجمها سيتيمها. ويقضت أن تكون هناك إسعارة جميعاً لكي تدركة المنطقة أكثر من المهمة في الوصف المنزل وتميزة بالدعم المشروع العربية والمعارضة تقريبية في الوصف المنزل وفريقية جديدة الدعمة هذا مجتمع ايجابة أعتقد أنه سيكون مستحيلة ونحن نرى الهدفات لكي نرى الهدفات على مستحيل هذا الملتين مليون دولار الذي يمتلك من سال فارم وفيريون ونحن نرى الهدفات إلى مستحيلة لأمور المدينة في المنطقة سيد فؤاد رحال أتواجه بالكلمة إليك هل يمكن أن نعرف بنود الاتفاقية الموقع عليها اليوم من حيث تسيير المشترك لشركة Varian الجزائرية لأن كما نعلم كانت وقعت تحت لقاعدة الإستثمار 51% تسيير effectivement donc cette entité ça a été créé dans le cadre de la joint venture donc 51% pour le partenaire local donc algérien et 49% pour Varian dans la pratique nous nous sommes arrangés avec notre partenaire pour avoir une action qui soit sur deux niveaux et qui soit la plus efficace possible pour répondre aux attentes du marché algérien donc pour être concret c'est une entité Varian qui s'installe en Algérie c'est une entité qui répond aux normes internationales et aux produits de haute technologie Varian qui seront en Algérie qui seront opérés par des la main d'oeuvre donc algérien algérienne hautement qualifiée qui sera donc sur le terrain et cette expertise Varian sera relayée par une connaissance du marché algérien une expérience du marché algérien et aussi de l'Algérie tout simplement qui est relayée par le partenaire local donc c'est vraiment cette synergie intelligente que nous avons cherché à trouver avant tout M. Valentine, vous pouvez nous dire plus sur vos plans de développement pour les nouvelles technologies qui sont concernés pour Varian Algeria en tant qu'il est le chef de développement market ? Oui, donc aparte de ces initiatives d'education dont nous avons parlé et empêcher les clients en utilisant la technologie ce qu'on est regardée c'est qu'on a dit déjà avant nous voulons investir dans le service donc des engineers qui vont être enseignés qui vont attendre des cours techniques techniques et qui vont prendre des cours de l'Université des cours de l'Université sur ces types de équipements qui ne sont pas communs dans tous les pays surtout en Afrique donc c'est la première chose de l'appareil de la technologie et de la connaissance ici en Algeria le autre point est aussi les parts nous importons une valeur de la valeur des parts dans le pays que nous avons besoin pour les équipements de l'équipement pour servir de l'équipement que les patients ne doivent être cancés donc c'est très important c'est très important c'est très important c'est aussi une service pour les patients qui sont en train de l'équipement et le troisième point est que nous avons développé une access-to-care programme donc access-to-care donc il y a une partie qui est product training et il y a une autre partie qui est plus en train de l'équipement d'académie donc professionnel donc nous voulons et nous allons spécialiser les gens en devenir médicaux physiciens ainsi que les patients et les patients et c'est une chose dans le pays parce que vous allez installer beaucoup de machines dans ce pays et vous avez une lack de capacité de savoir comment les opérateurs oui nous voulons de l'équipement de l'équipement de l'équipement avec le ministre de l'Hélène et nous voulons mettre des programmes qui sont des programmes qui sont des programmes donc nous sommes partenariés avec les universités dans la Suède et nous allons l'adresse au programme vers l'Algeria et nous allons l'adresse comme un programme qui sera un programme pour les professionnels qui vont travailler dans ces departments dans le futur donc c'est aussi un des commitments de nous investissons dans le pays et dans la région dans le futur dans le futur dans le futur hopefully que c'est est un des فارين الجزائر أن تقدمها لقطع السحر في الجزائر بشكل خاص والاستثمار الاقتصاد الجزائري بشكل عام طبعا أعتقد أنه الشيء الأهم هنا هو التكنولوجيا المعروفة فارين ميديكال سيستم هي الرائدة رائدة عالميا فإذا هذا أعتقد الشيء الأهم في هذه المعادلة ثم إضافة إلى ذلك كما تقدم السيد فارين تايم هي التكوين المتواصل وربما أعود إلى السؤال الذي سألته من قبل هو ماذا ستقوم بإسيال فارين فنحن لا ننوي الوقوف عند هذه المرحلة فقط فإن المصاب بآفة السرطان اليوم تبدأ المعاناة عند الشك في الإصابة فماذا يحدث للمصاب إلى أين المعلومة إلى أين طبيب ثم ما هي كل الإجراءات اللازمة أي نوع من الفحوصات الطبية ثم إذا كانت الفحوصات بين قوسين إيجابية وبمعنى الثاني أنه فعلا هناك سرطان ماذا سيفعل؟ فالمشكلة أنه سرطان عادة عند عامة الناس أو عند الأوام أنه معنى هذا الموت الحقيق وهذا غير صحيح فاليوم الحمد لله بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي هناك حالات إذا تمكن الإنسان المصاب حينما يشك أو الطبيب أن يقوم بالإجراءات اللازمة عند البداية وليس الانتظار تشخيص المبكر والحل تشخيص المبكر والحل نعم تشخيص المبكر والحل تشخيص المبكر والحل ثم بعد ذلك ماذا يحدث حتى بعد العلاج بالإشعة أو الأشعة هناك مراحل عدة فلننوي القيام بذلك ففاريال ميديكيل سيستم هي فقط قطعة من المعادلة يأتون بالتكنولوجيا ونعمل سويا هنا بالجزائر فهذه إضافة طبعا مهمة جدا فيما يخص الاستثمار فطبعا هذا الاستثمار قدره خمس ملايين دولار أمريكية من الجانب الجزائري ومن الجانب الأمريكي هو كذلك إيجاد مناصب شغل وكلما قمنا بتجهيز المراكز بتجهيزات الطبية لفاريال ميديكيل سيستم هذا كذلك يعني فرص عمل جديدة فرص عمل للشباب نعم ثم ربما ونحن نتحدث عن هذا في المستقبل ربما التركيب هنا وربما كذلك أن نبدأ من الجزائر ونذهب إلى أسواق أخرى مثلا في دول الساحل الإفريقي والمغرب العربي وحتى الدول العربية إذن فهناك فرص عديدة سنعمل سويا وسندرسها حتى يتسنى لنا أن نقوم بالخدمة اللازمة للمريض هنا بالجزائر ومثل ما نسميها الـ international الـ academy community يعني كل الخبراء في المجال والطباء حتى الجامعات المشكلة اليوم هو نقص المعلومات فإذا اليوم قلنا في حوالي 45 ألف مصاب هذه المشخصة هذه التي فحست فما بالنا الذين لم يأتوا إلى مثلا للطبيب أصلا ماذا سيحدث ثم ماذا يحدث لهم فإذا هناك كذلك فائدة إضافية هو أننا نحاول أن نواكب ماذا يحدث وماذا يحصل مع هؤلاء المرضى وتكون كلها مادة خامة للجامعات كذلك فهناك إمكانيات ضخمة المهم بالنسبة لنا هو أننا نتحد أو نعمل سويا مع خبراء من الرواد في العالم هل يمكن أن تطلعنا على برنامج عملكم تحدثتم عن التكوين سيد جربوع نعم ما هو برنامج عملكم بالتحديد في مجال التكوين وكانت تحدث سيد فالنتايم عن التكوين من جهة ماذا عن سيلفان طبعا فالنتايم هو أحد الشركاء فالمرحلة الثانية بالنسبة لنا هو أن نأتي بشركاء في حالة تكامل يعني ما راح يكون في مثلا تصادم بينما نفعلهم مع الزعين وإنما تكامل حتى في مخيلة يعني الذي أنوي القيامة به هو أن تكون لخارطة عن ماذا يحدث مثل ما قلت بالنسبة للمصاب بالسرطان منذ يوم التشخيص أو الشك إلى الشفاء الاستمرارية الاستمرارية ففي كل هذه المراحل هناك تكوينات معينة حسب التكنولوجيا التي سنتبه وربما الأدوية التي نتبه فإذن نحن عملنا على المدى الطويل والإعلام يعني قبل أن يغض قضية السرطان في الجزائر هي قضية نمط عيش مثل ما يحدث في العالم قضية التلوث لاختيارات خياط الأكل وغيرها وغيرها فماذا نقوم به كذلك نيتنا كذلك أن نتقدم إلى المواطن الجزائري وأن نعلمه عن المخاطر بسبب اختيارات خاطئة في النمط العيشي فهناك كذلك يعني حسة من التكوين في هذا المجال طب بالطبع مستور برون لينغ هل تقان ocurفل المواطن الجزائري المواطنج المتحدة جديدا كذلك بعض الآلة من هذه المواطنج تقاني أن تقاني ستقاني ألادي المواطنج مرحل على تحييز المقرارة باردنا على خوة المعلقة والمنحن في هذه الأشياء باردنا ومحن نقل باردنا ومحن نقل باردنا هذا المقرارات التي تجدنا بشكل مباشرة تجدنا بشكل ماتي محن نقل بشكل مدرح ومحن نقل بشكل مدرح فما يمكن أن تريد مشكلة مقلال مزعج مزعج. فساني يمكن الإنسان الآباء. كانت هذه المترجمات لنا نعمل. الشيعة وقمنات تعلمنا بأنها أجل تحديد هذه الفلائحة مختلفة. أنه ينقلها بمخصص مذهلة و hogy تحديد هذه الفلائحة و مملل ومختلف كبير. ومع مراريين يمكنك أن يساعدهم. فهذا يملك بإمكاننا مجدد فقط منه يجب الوحيدة نتركة الوحيدة من المجدد ويساعدنا على أن يكون هناك ومع هذه المجدد ومع نجد خلال تسجيل من نجد تحديد المجدد إنك أما في انتقال هكذا الفيyorum بإمكانهم مباشرة بالكامل هذا التواصل الكلام بحاجة طبيعية، تحتاج إلى أن تكون مجموعة من الناس. تحتاج إلى أن تستطيع المؤكسات بأن تقلق الأشخاص بأنها تنظرية؟ لا تطعب أن تريده أن تستطيع الناس. نحن لتعامل صفقة على الأشخاص، أو أن تكون حافظة صفقة مجموعة طبيعية، ومن قد بعمل من كل خائفة من المواقع مع البعية ومن يشارك في البعية اشهر هذا ما نستخدم مع مقراراتنا لنفظة الدعوية هنا في العملية نريد ليس لنفظة هذه الأشخاص ومن ثم فتحنا التعليم أمام الخطور بحين البعية فقال الرجل في هذه المجارب جودة لنفظة الدعوية و وفاقنا نقوم بحين فالعالحسوب مما يعلمون في الم Skipbe tعلrences. ثم إلى المستهجرة عن المبالatas. 짧你看 جديد. nós مجر Lettal? أعضا أعود إ tob choices.... أنا مجرسيطن. مجرسيطن. أمر ما بهذا المقابل boobs. لذلك ف Uh. تتجرينا أن نرمحك تلك المقابلين إلىواجه للقطene الحياةäusة الشخص المقابلة and this will bring in the future a world without fear of cancer so you should not be feared when you get the diagnosis at the hospital that you think oh i'm done no that's not the case today there is many ways to get treated and algeria and the government has taken a step into that they are investing they're installing machines we are partner so we want that to be successfully done that's the least the waiting list you have today are going to disappear in the future and that's the goal that's really the goal of working together with the minister of health and this new created uh entity algerian entity yeah yeah as mr said earlier there is a culture of fear in algeria and maybe the arab world as a whole of cancer when we hear of the word cancer uh we immediately think of negative things so how would variant uh with its training program and its uh algerian subsidiary how would it contribute to the eradicating this fear and uh installing maybe a culture of hope of curing cancer so very nice a nice program that is about informing patients so on our web page there with dear patient and you can go there and you can get informations about all type of cancer and what is the way to be treated and where you can find those treatments and today algeria in the past let's say the map was quite empty and it's filling up quite rapidly now with these new installations so it's really a part of this commitment and it's as well something that we discussed with the minister of first is this information to the patient so they have to be better educated better informed that today there is ways to be treated and there is very good results and radiotherapy is one of these key elements to bring those treatments to the patients of uh today suffering from cancer yeah maybe i will yes and this is of course the role that of course seal farm also work on which is basically how to to make that information accessible to uh people and the public in general yeah with a passion or before because prevention is also something of concern yeah so our role as well as i was saying before is to make sure that information is available to everybody and for people to not fear to go to the doctor as soon as they have probably a doubt about their situation just go and get yourself treated as soon as possible without that fear in the back end thinking that this is the end of life and algeria has really taken steps that you can be proud of so this morning we were meeting with the ministry of health and he just told us that they implemented cancer registry fully in the country covering the entire country in all reliance so it's impressive you are the first country in africa doing that and uh and you are ahead of some countries in europe and other parts of the world because it's really a concerted effort so uh that's really where the minister of health and the vision of this cancer program is going and this is really uh impressive so uh to see the investments that algeria is doing in that field yeah maybe that's our goal also as media outlets to uh inform the people and and make them aware of the importance of early diagnosis yeah and maybe i can just ask mr rachal said rachal heliom kino kum et la in ala khari tot inti char mara kizala jettabia libarian al jazair aliawm tahadath naan tahadatham mr valentine man and tisha fee arba temenwa arba in wilaya a mara kizala ala khari hal se takoon mawjuda fi kuli robo alwa tani actuellement nous avons depuis plusieurs années des machines installés qui traite déjà des milliers de patients sur alger constantine oran blida et grâce au projet du plan anti-cancer au déploiement du plan anti-cancer et au projet privé donc les équipements et les installations variants seront aussi en marche tout de l'ouest donc tlamsen c'est des plats basse en passant par le sud donc adar et wurgla et en remontant donc vers vers l'est donc toujours batna constantine cetif donc il y aura vraiment une couverture géographique le but est que les installations sont le plus proche possible du malade ne pas imposer aux malades une détresse supplémentaire à la maladie qui est celle de se demander où est-ce qu'il va aller se donc les efforts du des autorités algériennes de santé et politique d'un de d'investir dans ses sens dans différents coins du territoire national donc l'accompagnement par les équipements variants font que nous pourrons donc arriver à cet objectif que le malade est traité dans de bonnes conditions et à temps surtout il ya une question de temps aussi il faut aussi savoir que l'investissement de varier en algérie ne s'arrêtera pas qu'à fournir ses centres qui seront donc éloignés comme à drar par exemple mais aussi à mobiliser les ressources humaines qualifiées nécessaires faire des recrutements aussi pour que ces centres soient servis de manière optimale pour tout ce qui est service après vente maintenance garantie etc la cheminée en pièce de rechange donc ça c'est vraiment le défi et la responsabilité que nous avons vis-à-vis des autorités algériennes en termes de service en algérie alors ça c'est une question donc intéressante pour l'instant au départ nous aurons donc ce ce centre de formation qui sera basé au siège donc de varien il faut savoir que le cursus il faut savoir que le le programme de formation donc ça josé pourra en parler beaucoup mieux que moi comporte des cursus sur site et puis en dehors du site donc pour l'instant hormis les formations sur site qui seront fait qui seront faites dans le lieu de l'installation de la machine effectivement tout le reste est plutôt prévu sur le centre de formation mais josé je pense que tu pourrais dire quelques mots sur oui oui c'est vraiment important pour nous aussi pour que le client soit au site avec leur propre équipement parce qu'il y a des différents types de trainings il y a des trainings où tu dois prendre le client hors de la routine de l'hôpital parce que tu as besoin de l'attention et qu'il ça c'est important et pour ces types de trainings nous faisons dans notre centre de formation aussi parce que nous utilisons des databases qui sont déjà pré-loads donc c'est plus facile pour qu'ils travaillent avec ces systèmes et il y a des autres trainings où nous avons besoin de couvrir un grand groupe de personnes où nous envoyons sur site et nous envoyons nos spécialistes donc juste pour vous un exemple d'un exemple dans le monde il y a plus de 300 trainers que nous utilisons nous avons plus de 25 langues dans le monde donc des trainers et nous avons plus de 1000 ans d'experience donc nous avons des personnes qui viennent de l'hôpital et qui viennent de l'hôpital et qui mettent cette connaissance de l'hôpital à l'hôpital au service de l'hôpital et les enseignants de l'hôpital et les enseignants de l'hôpital donc c'est très important aussi que vous allez voir sur site et comprendre ce qui est le goal de l'hôpital ou à l'hôpital et le on peut parler un peu plus tard mais pour ce moment-là, M. Jربouh, dit Jربouh, est-ce que j'ai l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital ? Et ce qui est informant de faire des ces conditions, c'est la végétude d'un point de vue des sources de l'hôpital et de l'hôpital, c'est la végétude et peut-être que les gens d'entraînent sur ce qui est l'hôpital, c'est l'hôpital de l'hôpital, أن تدوى التدوى هو أكثر مستخدمة من التدوى فهذه نقطة نفولها أما من ناحية استيراد الأدوية طبعا الدواء هو في إحدى المراحل فالتداوي بالأشياء ليس وحدة وإنما الأدوية أمني أن تنقص هذه الواردات بسبب نقص إصابات الإصابات بالسرطان هذا أمني وهذا ما نحاول القيام به لمساندة مرنامج الحكومة في ذلك لكن الجزم أن هذا سيحد من هذه الفاتورة الواردات نعم إذا تمكننا من الإنتاج هنا في الجزائر وهذا هدفنا كذلك فهدفنا على المدى الطويل هو أن نفتخر بميرين أرجيريا ونصنع بالجزائر وأن نصبح من الموردين في الجزائر لا تنقصها الكفاءات العلمية بالعكس الطبيب الجزائري أحيانا للصعوبات التي يتلقاها من الناحية التقنية لأسباب عدة فهو أصبح خبير في إيجاد الحلول بسرعة وهذا معروف وليست قضية البنية التحتية التي موجودة ربما هي قضية تسيير ربما هي استيراد طريقة العمل إلى غير ذلك فهدفنا إذا أردنا أن ننقص أو أن نقلص من فاتورة الاستيراد فعلينا أن نفكر في الإنتاج هنا في الجزائر وهذه مرحلة كذلك في حيز يعني نفكر فيها هنا المنعم الحالي مع عدد من العملاء في سبيل ذلك أحيانا للغاية أحيانا للغاية يعني في britالي مف parties مليل ربما يتلقى فقد أن سنحن مع毅 ث implon أعرف أن هذاك يجب أن إذا أحيانا لحظة مه有一 III منظمة المتحدة فهو أحيانا لحظة المc úجينة بحصول هذه الأشياء المؤسسات من الأعمال إلى استنا Pronunciation من الاجتماعية ومن الموابضين من الناس تطعب تحصيل الاجتماعية في المشاركية ولديفعات التغيتيات الأفضل من هنا سودي من الأشخ طويلين من التجاهيات ومن الدولة من مقسم الأشخاص ومن فقط من مدينة المسافلية على المدينة جديدة فقط من الأشخاص طيات المدينة في شمع إختفارات الأشخاص أتواجه بالكلمة للسيدة الحال هل شركة Varian الجزائر سيساهم في التخفيف من معاناة المرضى من حيث توجه للعلاج إلى الخارج؟ هل سيكون هناك بديل وطني في المستقبل القريب للمريض الجزائري بدل من التنقل إلى الخارج لتلقي العلاج؟ هل سيكون هناك بدل من التنقل إلى الخارج؟ 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 منذ فضلكما انهتنا مثل ذلك ويجب تتطعين مع الوقت وهي هو الحدث المفضل في المستقبل الهام بطبع سؤالي الأخير لسيد جربوع هل لديكم أي مشاريع خيرية في مجال مكافحة السرطان بعيدا عن الاستثمار والأعمال أعتقد أن هذه المشاريع الخيرية ما يسمى بالعالم الأنجلو ساكسون هو الـ corporate social responsibility طبعا سيلفارم حديثة النشأة وهذا يعني عير مستبعد لكن ربما فكرنا في الموضوع ربما هو مساعدة الجمعيات الخيرية المتواجدة حاليا طبعا هذه فقط أفكار تحدث فيما يسمى بالعصر الدهني أو brainstorming كيف يمكن مثلا مساعدتهم مثلا المريض لما يأتي إلى منطقة معينة قضية الإيواء خاصة الذين لا يملكون الموارد المادية نعم قضية التنقل فنحن سنحاول أن نفكر في هذا الموضوع طبعا نحن هدفنا هو مساعدة المواطن الجزائري بقضية مثل ما قلت التدريب التعليم وغيرها أماما ماديا لكن هذا ليس يعني لم ناخذ قرار بعد لكن أعتقد كأي شركة مسؤولة ليس الربح المادي هو الهدف الأساسي وإنما الأثر على المجتمع وهذا يعني فيما يسميه في جينات الشركة هدفنا هو أن يكون أننا أثرا إيجابيا في الجزائر أن نستجيب أو نجيب إلى حاجيات المرضى في الجزائر وأن نساعدهم بقدر الإمكان سألت جزء إلى هناك سترجم إلى هناك سألت جزء إلى هناك سألت الموضوع جزء إلى هناك في أفراحة الموضوع أعلى في جزء أين ترى هذه الحديث ما نشاهد لمحن مشاهدة أمام الشركة أمام الموضوع أمام الموضوع وأنّه يمكنني العملي التعادي والتيتعادي للمعارضة الموجودة الساحيات الجميع ما طلبنا في مدينة نحن بها وعلى أن نحن الخلق تحت أمامها من وفقنا نحن في المعارضة أبداً من تحويل الجرد وفقنا للمعارضة هذه التعادي مباشرة إلى الحلقة ونحن ندعم ونحن نحن نحن المفاهرة وخواهر leading to the situation here so this partnership is ideal and i think with the active Ministry of Health efforts for cancer then we have the need so we have our partner, our own experience, and our full executive management support لذلك نظر لأنه سنوات لنصبع لنصبع ونصبع لنصبع 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 الغنبعين في بلجرية لنصبع لنصبع الأولون، شكراً لك. يومي الثالثة الأخرى، سيد Rahal. نعم، نحن نعود لنصبع العالمين في بلجرية تقتل ونصبع الشركات المترجمات من الأقل الفارنية، في ولأننا خزارًا، في جميع العصد ، ف pizzائح ، ومسائحًا، في الجميع المترجمات التي تحسن الاشتراك في المشكلة الخاصة للتحقة أننا أمنا ندرجة أو نعستر قبل بشكل تطوير من المشكلة لذلك، نحقنا نحق في المدازن ومع بمعضر مدادة ولو تقلقى والبطابة للتحط على شعرت على ن業 تحسن الاشتراك في هذا الحقيق شكرا جزيلا. سيد الحال أخير مستقبل دون سيد الحال؟ لذي نحن في تفتح للمهتمة الوقت هنا سيد الحال في الوقت الأرض ونحن نفيد وعلى العمل المكتبه على حر مصطر اللقاء بعض الحائل هنا في الالجهر اسمحة و شك seguro بها نصل إلى ختم هذه الحصة شكرا لضيوف الكرام في أملي أن تأتي هذه الشاركة بثيمارها في المستقبل الكريم نترككم في أمان الله مشاهدنا إلى المترجم اشتركوا في القناة